كاميرتال أمامية والخلفية فائقة الدقة معالج كيرين 9000 واللي يدعم 5G وأضافوا لخاصية الإيماءات الهوائية للتحكم بشاشة الهاتف وشاحن بقدرة 66 واب هواوي ميت 40 برو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر اليوم رح نستعرض هاتف هواوي ميت 40 برو هذا الهاتف الفلاكشيب أو الهاتف الرئيسي اللي تعلن عنه شركة هواوي سنويا وتضع أحدث تقنياتها ومميزات ومواصفات في هذا الهاتف بداية خلونا نشوف محتويات الصندوق يجينا الهاتف كفر بلاستيكي طبعا لحماية الجوال وعندنا شاحن بقدرة 66 واط كابل USB Type-C وسماعة نوع عظم ومدخلها USB Type-C زي ما تشوف خلصنا من محتويات الصندوق خلونا نبدأ نشوف هذا الجوال الآن نتكلم عن الشكل الخارجي زي ما تشوفون هنا كاميرا السيلفي عبارة عن عدستين من الجهة اليمنى زر التحكم بمستوى الصوت زر باللون الأحمر لإغلاق وفتح الجهاز من الخلف زي ما تشوفون هنا الأربع عدسات للكاميرا الخلفية من أسفل الهاتف يجينا سبيكرز وعندنا منفذ USB Type-C سواء لنقل البيانات أو للشحن وعندنا منفذ السيم كارد من الأعلى عندنا سبيكرز وأيضا فيه منفذ للإنفراريد أو الـ IR تقدر تستخدم الجوال هذا بديل عن الريموت كنترول في أنك تستخدمه للمكيف ريموت أو للتلفزيون عندنا الشاشة مقاسها 6.76 بوصة وتدعم أكثر من 16 مليون لون طبعا الشاشة نقاوتها عالية جدا بتقنيات الـ Waterfall زي ما تشوفون هنا بالأسفل لو نحرك تطلع أو يوضح التطبيقات من أطراف الهاتف الشاشة تدعم معدل تحديث 90 هرتز وهي Plus FHD من نوع OLED نتكلم الآن عن العتاد الداخلي نظام الهاتف الأندرويد الإصدار العاشر بواجهة MUA11 اللي هي تابعة لهواوي معالج الهاتف هو كيرين 9000 الذاكرة العشوائية 8 جيجا وسعة التخزين 256 جيجا الكاميرا الأمامية أو السيلفي 13 ميجا بيكسل مزدوجة أما الكاميرا الخلفية الرئيسية 50 ميجا بيكسل والعدسة الثانية 20 ميجا بيكسل والعدسة الثالثة 12 ميجا بيكسل أما العدسة الرابعة هي للعمق وهي بالتعاون مع لايكا وصفات الكاميرا جدا عالية خصوصا أنه لو نتكلم عن الماكرو على الزوم الزوم فيه يصل إلى 50 أو 100 طبعا هو يعتبر أول هاتف يحصل على زوم بصري اللي هو الأكس إلى 17 بعدها يبدأ الزوم الهجين وبعدها يصل إلى الزوم الرقمي طبعا هذا الجوال من مميزاته إنه ممكن تلتقط صورة للقمر عن طريق عدسات الكاميرا الخلفية خلونا نبدأ نفتح الكاميرا ونبدأ نصور مثلا خلونا نجرب نصور الماكرو وزي ما تشوفون هذه صورة الماكرو وهذه صورة السيلفي عن طريق خاصية البورتري من الخواص الجميلة اللي أضافوها في هذا الهاتف العرض المزدود نقدر نصور فيديو بالكاميرتين الأمامية والخلفية بنفس الوقت زي ما تشوفون الآن هذه الكاميرا الخلفية وهذه الكاميرا الأمامية الميزة جدا رائعة فيه إنه يدعم إلى 50 اكس زي ما تشوفون بشكل قريب جدا وبعد ما خلصنا من الكاميرا ننتقل إلى البطارية حجم البطارية 4400 ميلي أمبير على فكرة لازم نستخدم الشاحن الأصلي حتى أو الشاحن اللي يجي معاه في الصندوق حتى نستفيد من كامل قدرة الشاحن الآن نشوف الماكس 66 الحين بدأ يشحن 8% نجي لمواصفات الشرائح يدعم بطاقتين الأولى تدعم 2, 3, 4 و 5G البطاقة الثانية تدعم إلى 4G وأيضا تدعم شريحة مدمجة أو شريحة إلكترونية eSIM يدعم حتى اتصال فائق السرعة عن طريق الوايرلس ونجرب الآن اتصال فائق السرعة عن طريق الشريحة 5G أوصل إلى 508 زي ما تشعر أو 509 أعطاني إلى 270 ميجا أكثر من الإشتراك اللي عندي هذا عن طريق الفايبر بسرعة 200 ميجا بالثانية نجربها في الجيمينج نشوف سرعة المعالج وأداء الجرافيك كيف بيكون طبعا من اليمين ويسار يجيين الصوت خلنا أرفع زيادة طبعا تسمعون الصوت عالي سبب السليكر عالية جدا وصائرته صنمي من اليمين واليسار نتكلم عن المزايا اللي أضافوها لهذا الحاتف بعض المميزات مشوقة نجي الآن للمستشعرات اللي موجودة في هذا الحاتف بصمة الأصبع وفيه أيضا بصمة الوجه إيماءات الذكية واللي تم التحسين عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي نروح مثلا موقع طارق الجاسر طبعا بعد تفعيل خاصية الإيماءات الذكية واستجابتها سريعة جدا زي ما تشوفون شوفوا الحين أرفع الصفحة أو أنزل الصفحة إذا بناخد لقطة للشاشة نسوي كذا بس ونسكر يدنا إيماءات أيضا تفيد في الرد على المكالمات في إيقاف مثلا إذا كنت تستمع إلى مقطع صوتي وبعض الخواص تجدونها بالداخل في الإيماءات الهوائية هنا زي ما تشوفون ما في شيء لكن لو أسوي نقرتين بيطلع لي مستوى الصوت وأتحكم فلو أطل عليه كذا على طويل يطلع لي إنه الساعة والتاريخ وطبعا نقدر نعدل هذه الكاستمايز اللي هي Always Display On الشاشة الرئيسية والسطوح عرض المعلومات ونقدر نختار نمط العرض نقدر نغيرها إذا تبغاها مثلا صورتك وخلنا طلفي طلعت صورتي متحركة إذا عندي أيضا ساعة أضافوا بعض الخواص الجديدة وخلوني أوريكم حركة على سبيل المثال الآن بصور سيلفي وبستعرض صورة السيلفي أسوي كذا هذه صورتي جاري التحميل صارت صورتي خلفية فأي مشهد أنت تشوفه يعجبك تقدر تصوره وتنقله على طول الساعة طبعا هذه مواصفات ومميزات اللي تخلي أجهزة هواوي كروح واحدة ومتجر تطبيقات هواوي الآن أصبح يحتوي على كثير من التطبيقات خصوصا التطبيقات اللي إحنا نحتاجها في يومنا إذا تطبيق ما لقيته موجود ندخل على بحث بيتل لو نبغى نبحث عن الواتساب ونسوي له تثبيت بيودينا الموقع الواتساب الرسمي ونسوي تنزيل الآن زي ما تشوفون فتح تطبيق الواتساب وفي ختام هذا المقطع أتمنى أني غطيت أهم الجوانب من مميزات ومواصفات وعتاد وأترك قرار الشراء لكم هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر وأتمنى تشرفوني على قناتي على اليوتيوب طارق الجاسر وأيضا على حسابي على تويتر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر